موسيقى سبعون يوما مر على فرض النظام الخليفي الحصارة والإقامة الجبرية على آية الله الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز سياسة يريد من ورائها النظام أن يقطع الاتصال والتواصل المعنوي والمادي عن المرجعية المحلية الأكبر في البلاد وهو يأمل من ذلك أن يمهد الطريقة لارتكاب الجريمة الأكبر بترحيل الشيخ قاسم قسرا خارج البلاد وهو ما يعني الدخول في المرحلة الأخيرة من حرب الوجود على السكان الأصليين البلة التي لا تزال جراحاتها تسيل منذ الهجوم الدموي في الثالث والعشرين من مايو الماضي تأبى حتى اليوم أن تنكسر أو ترفع راية البيضاء تماما كما هو حال قائدها الذي فشلت الجيوش والمدرعات على انتزاع كلمة تراجع منه وسيبقى هذا الشعب هو الصادر القوي الأبي المصر على المطالبة بالحقوق الحصار المفروض على البلدة والمداهمات على سكانها واختطاف أبنائها ينبئ أن النظام بات عاجزا عن فعل المزيد لإجبار البلدة وقائدها على الرضوخ وهو ما يثبت أن الرهان الذي رفع شعار ستعجزون ولن نعجز هو الرابح اليوم وأن الآليات العسكرية التي تمنع صلاة الجمعة وانطلاق التظاهرات من وسط البلدة تجد نفسها في حسرة وهزيمة مريرة وهي تحاصر بالتظاهرات والاحتجاجات التي لا تتوقف في عموم بلدات البحرين وكأن الحال يقول لآل خليفة أنتم واهمون فالثورة ها هي مستمرة ومواعدها لا تنتهي وكما هي مفاجآتها